هل إظهار المرأة لنحرها وطدرها وزراعيها في بيتها مع ذي محرم لها يتبرون التبرج وكيف يستطيع الرجل أن يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج ذائب حلماء في تحديد من المحرم ينظر على أقوال منها ما سمعتم منه أنه ينظر ما جرت العادة في كشفه فقط من وجه وفرط وغلادة وزراع وقدم وأسفل الساق وزاد أخرون زيادة على ذلك من نظر الرأس أيضا والعضو دين ولحو ذلك ولكن الوقت وقت حطيب لأنه في آخر الزمان وفي غربة الإسلام وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمه ولعاذ بالله فينبغي لها السكتر مهما أنكم ولا تخذ بالرحص الزائدة بل مهما أمكن أن لا يظهر منها إلا ما جرت في العادة من وجه وكفتين وقدمين فهو أولى بها وأسلم لها ولسيما عند الخلوة بمحرمها أخيها الفاسق أو عمها الفاسق أو خالها الفاسق فإن هذا فيه خطر عظيم وكان سمعنا وكان بلغنا من شرور في هذه المسائل فالأولى في هذا المقام لمرأة تأخذ حلها ولا تقول هذا محرمي هذا خالي وهذا لا ولا سيما إلى خلابها ما عندهما أحد فإن أمره في فطورة في هذا الوقت والتقي غير وغير التقي ومسائل النساء خطيرة حتى على الأفضية فخيرا فكيش بغير الأفضية ولا حل ولا قوة إلا بها